مبلوك على التكريم الله يخليك وحاجة مشرفة جدا 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 ان الواحد دايما يشوف نموذج عمر ما شاء الله ما شاء الله هو بيسير دايما من نجاح لنجاح 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 بر المنهج انا لسه ما شفتش الفيلم لكن كل الناس عمالة بتتكلم على بر المنهج انا دايما بيبقى سؤالي هو تعرف انا بعيد عن قصة اينا نشأت وترعرعت سعيدتي وسعيد الفاضل وما الذي دفعك لدراسة كلية التجارة رغم انك عاشق للسينما خلاص يعني كلام تهارة اختيار الموضوع بيتبني على ايه الفكرة بتتبني ازاي عمر هي الفكرة نوعين فيه فكرة بتتعب عشان تلاقيها فيه فكرة بتجيلك وتتشعبط في البنطرون تقولك احكيني فهو فيه افكار بتطردك واصبع عنك تلاقي نفسك وانت نعم عايز تنام وعايز تسحى بدري فهتلاقي نفسك قعدت لحدة ستة الصبح هي قعدة تديك تفاصيلها لوحدها وقعد نفسك بتجيلك افكار لوحدك فهو برد ما انا هتكمل افكار دي فيه افكار كده فعلا ما باش عايز جات منين يمكن من حاجة قصيت فيك زمان يمكن من حاجة قصيت فيك وانت اخضبتك شفتها فشاغلاك افكار معينة بتعدي في دماءها كل يوم فبتتحور في شكل انها تبقى قصة حكاية عايز تحكيها سينمائيا فالقصة لو حد يعرف القصة بتيجي منين بجد كنا كنا نواحنا هناك يعني كنا نواحنا الحتة دي وجيبنا الافكار بس هي الافكار بتيجي من حاجة ما نعرفهاش سوبر ماركت الافكار مش موجود مش موجود انت بتلاقي نفسك موضوع معين بيشغلك جامل تلاقي نفسك لوحدك كده جات لك الفكرة وخصوصا ان انت في مش عايزة يعني هي كلمة معقدة شوية بس البرمجة بمخك ان زي تحاول المواضيع لشغلك لقصص يعني انت كل يوم فنفطة ان واحد جواهرجي هو ماشي بيبص على خواتم الستين لو واحد بيصنع جزم هيبص على جزم الناس انا بواجل بحكي قصص فكل شوية ودني بتجيب لأي قصة تعجبها وتشوف زي تحورها الفيلم ده اندي شغلة انتي فدماغي متبرمج على كده اي سنة ريست هتلاقي بيحكي لك نفس القصة لان هو طول اليوم بيحاول لقي مشاهد وافكار وقصص فممكن تبقى حد معادي قدامه يقول حاجة تأثر فيه يعني انا بالزات بره المنهج ده اول بزر لي جت من قصة طول عمر ابويا كان بيحكي لي وانا صغير ابويا كان مقتنع ان هو جيل تعب واحنا جيل متدلع كل اهلنا كانوا كده طبعا فبقى يقول لي انا كنت كل يوم عشان اروحي من مدرسة في القرية اللي كنت ساكن فيها كنت بامشي في الطينا اه خمسة كيلو كل يوم رايح وخمسة كيلو راجع والدنيا تمطر علينا ويبقى فيه اطراب ده اول مشاهد في الفيلم وده اول بزر جت لي يعني عارف الفيلم اتغير كتير جدا بس طول الوقت كان اول سيكونس في الفيلم او اول كان مشاهد في الفيلم هم القصة دي تخيلي البصري لرحلة ابويا الله يرحمه وهو طول عمره بيحكي لي على ازاي كان عشان يوح يدرس كان بيعني بيقول لي انت دلوقتي فيه عربية تاخدك وتوديك وتوح وتبتقول لي انا عايز اركب تكسو وزمان كنا كنا بنمشي غمسة كيلو فبس فالفكرة بتيجي من حتات متعددة لو وليها سحرها كده انها جات من حتة انت مش عارف جات منين انا من الناس المقتنعة ان السينما فلسفة بشكل او باخر اه والشطارة دايما انك انت اتبسطها متعقدهاش فيه عمدنا مخرجين كبار جدا اقدر احسبهم فلسفة في السينما بس جزء منهم عدد منهم يعني اه وهو بيتفلسف الفكرة بالتوه وبتتعقد قدام المشاهد العادي ومش من باب المجاملة على الاطلاق ده الواقع عمر سلامة طول الوقت بيتفلسف في السينما بس ما فيش حاجة معقدة يعني دايما الامور سهلة وبسيطة وسالسة انت متعمد ده انك تضع فلسفة ما في افلامك ولا بتعمل الفيلم وخلاص بص هو الفيلم عشان اه ابقى صريحي يعني معظم الافلام اللي بكتبها بتبقى طالعة من نوع من انواع اللي هسميه هم انت عندك هم مما فالهم ده ممكن مش لازم اه هم بالمعنى السيء بس ازي حاجة شغلك اه فانا شغلني حاجات كتير في الحياة اسئلة بسألها اه حاجات مش عارف لها اجابة حاجات بتضيقني حاجات نفسي تحصل ففيه هموم معانة او مشاغل معانة في دماغي الواحد فلما بيعمل فيلم واصبع انه المشاغل دي بتطلع في الفيلم اه اه فوقات كتير انا بحاول انها ما تبقاش بشكل واضح وفاج او تسكل الفيلم بحاجة الفيلم ما يستحملهاش يعني مش هو هعمل فيلم عن واحدة بيحبه واحدة واسكله مثلا بسؤال اه مش مكانه الفيلم ده هم فهو اه في جملة اعتقد لو انا متذكر صح لالبرت اينشتاين بيقول فيها لو انت عندك فكرة وما يقفش معرفتش تشرح هالطفل عنده خمس سنين يبنة ما عندكش فكرة هم في الحقيقة فهو ان انا طول عمري لما باجا كتب ساعات كتير جدا بعد ما اكتب خد بالك الفيلم بيكتب مسلا ساعات بالعشر مرات والعشرين مرة ففي كل مسودة جديدة او كل مرة باعدل فيها الفيلم بسأل نفسي لو انا امي بتشوف الفيلم هتستوعبه ازاي لو انا اخدها بيشوف الفيلم هتستوعبه ازاي لو انا صاحبي اللي على القهوة هيستوعبه ازاي لو انا اه ابن صاحبي الفلاني اللي عنده خمسشرة سنة هيستوعبه ازاي؟ عشان ابقى مدرك الفيلم ده لانها لغة تواصل. يعني كنت زي ما بقول المخرجين انواع. اه والكلام انواع. انا ممكن دلوقتي انت يوسف اه اكلمك بالبرتغالي وانت بتفهمش برتغالي. انت بتفهمني حاجة. او ممكن بكلامك بصوت الوقتي جدا بكلم نفسي. ما انت مش هتهمت اسمعها لانا مش مهتمة سمعك. وفي فالاخراج زي الكلام. في مخرج عايز يكلم لغته الخاصة لوحده مش مهم حد يفهمني او لا. في مخرج بيكلم نفسه. في مخرج اه بيكلم الناس. وزي الكلام انت فيه ناس هتقابلك هيوسف وتقولك كل الكلام انت عايز تسمعه هينفقوك. طبعا. في مخرجين كده. في مخرج انا مش مهم اللي جوايا. المهم انه يجيب الناس. مم. وده النوع موجود. فانا بحقر على قد ما اقدر الاقي اللي انا عايز اقوله. بس اقوله بطريقة الناس تفهمها وتستوعبها ويبقى فيه تفاعل ما بيننا. يبقى فيه هات وخد. انا اه بشكل مش قصدي فعلا. بس فيه افلام كتير ليا او اعمال كتير ليا خلقت نوع من الناس تقولي انت بتجي والجدل عشان اه عشان الشهرة او عشان تعمل تريند او اتفر. بس انا بالنسبة لي الجدل ده ومعظمه بقى جدل سلبي بالمناسبة. اه اه الجدل ده بيخلق حالة من النقاش. لو فيلم يترمى في الزبالة ومحدش افتكره بعد خمس سنين. بس خلق حالة نقاش معاناة. الناس طلعت بها بحاجة ده بالنسبة لي يمكن مفيدة اكتر من الفيلم نفسه. احنا اكمل اميده ولا? اكمل. عشان ما عارف ميده كده لما يسكن كده ورا حاجة. عشان الفواصل. طب ده بيخليني هسأل انه هل من حق المخرج انه يكلم نفسه? من حقه لو ما فيش منطق حاطة ملايين في الفيلم. ومن حقه لو ما فيش اه 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 صناعة اي ما ورا الصينما دي. يعني في الاخر انت من حقك تكلم نفسك طول الوقت. واللي يسمع يسمع واللي ما يسمعش وما يسمعش. اه اعتقد فيه فنون كتير تسمح بده. اه زي الكتابة زي الرسم. اه لكن حاجة وراها صناعة ووراها فلوس. لازم تبقى عارف او انت على اقل عندك الاخلاقيات بتاعت ان انا لو هكلم نفسي على اقل الناس اللي هتصرف فلوس في الفيلم ده. وبقي التقم العمل الكبير اللي هيشتغل في الفيلم ده هيحط مجهود. يبقى مدركين انا بعمل كده. ماباش كذبت عليهم. يعني ماباش بقول للمنتج انت هتعمل فلوس فبقول النجوم انت والناس هتشوفكو. وانا بكلم نفسي وما حدش هيشوف ده. فلان انت مش شغال لوحدك ومش شغال ببلاش. انت في فلوس ورا الفيلم. في ناس هتحط مجهود. وده يترجم في فلوس برضو. فا اه اه انت لو عايز تكلم نفسك والناس دي مؤمنة ومحترمة ومقدرة ومختارة انها تساعدك تكلم نفسك. خلاص كلم نفسك. بس هي السينيا مصنعة. ففي الاخر الصناعة دي اه عشان يبقى واقعيين يعني. الصناعة دي محتاجة يبقى لها مردود ويبقى فيه اراد ويبقى فيه حتى فيه منتجين مش فرقلهم الاراد بس فرقلهم ان الفيلم ياخد اكسبوجر معين او شهرة معينة او تقدير في مهرجانات او تقدير من نقاط. فعلى لازم تكون اه في عمل جماعي لان انت ما ينفعش مسلا لعيب كرة في الحداشر اللعيب يكون بيرقص الواحد وطول الوقت ومش عايز يباصي. يعني هو دي عمل جماعي. فهو السينما برضو عمل جماعي. فيه منتج حط فلوس فيه نجم عايز يتشاف. فيه اه حتى عامل اضاءة عايز ياخد اجره فيه اه اه ناس عايزة تشوف اسمها تترات. ففلازم تكون حتى لو اه مهما كنت عايز تكلم نفسك اعتقد يعني في السينما لازم تكون عامل مجهود ان الناس تستوعب اللي انت بتقوله.